في المباراة دي تحديدة المباراة الأولى والتانية لو اعتبرناه من هي مباراة واحدة أو 180 ديها للفوز بالبطولة مين اللعبين اللي لفضوا نظرك أو مين اللعبين اللي قلت أنه هم دول اللي شالوا لواء هذه البطولة؟ مين اللي كنت معجب بيهم وكلهم كانوا رجالة وهائلين؟ كولر طبعاً كانت معجب بيه في إدارته بذات المباراة التانية في التوقيتات بالتغييرات كانت جيدة ما تخضيتش؟ ما تخضيتش لما لقيت حسين الشاحات وما هو أعطي خارجين؟ لا ما تخضيتش؟ يعني ما قلتش زائد؟ لا 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 بص أبرز واحد يمكن كان حسين الشاحات ولكن حسين الشاحات ابتدأ في عصبية زيادة عن لزوم والمفروض كانوا يطرد في المباراة دي ليه فيش حاجة تطير دي الحاجة طبعاً طبعاً فده كان لازم يتغير كان لازم يعني خرج بره مع أنه كان هو الحلول الفردية موجودة عنده انت عارف هو أخيري كان متنرفز جداً؟ ما عافش الكاميرا جابتها أنا كنت موجود في ملعب المباراة كان متنرفز أه وشاط ومتنرفز جداً مش متنرفز من تغييره متنرفز من الوضع من الوضع من الوضع يعني انت المطش الأولاني مثلاً لو حللته فنياً المطش كان مقفول جامد جداً ما كانش قدامه غير الحل الفردي من اللي عامله برستاوب وعمله حسين الشاحات صحيح وده حلول موجودة لازم تبقى فيه كوالة اللعيبة عندك في الملعب هي تحللك المواقف اللي فيها ضغط فيها كتلات بتاع مش هتتحلق غير كده صحيح انت المطش التاني برضو انت بتاديت ما لقيتش برضو حلول بتاديت تشتغله كورة طويلة أو كورة البينية ما جابتش برضو اللي جابه كورة السابتة صحيح فكلعيب عجبني يعني مقدرش أصلم أصلم الفريق بتاع النادي الأهلي صحيح